السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا معايا الفيديو ده اللي هنشوف من خلاله مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لسه مشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويريد كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الادوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الفواصل الصغيرة اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك جوه التلاجة وتفصليه وتنظمي من خلالها مختلف الحاجات اللي انت منظموها جوه التلاجة عندك سواء زيز الصوصات او علب العصير او الاكياس زي ما انت شايفة كده معايا دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا منظمات للبيت تقدر ان انت تنظمي بيها البيت عندك وتنظمي جوه التلاجة او برا التلاجة بعد كده تعالي بقى نشوف مع بعض عندنا مجموعة من ادوات حفظ اكياس البوكاليات او التوابل وزي ما انت شايفة كده معايا تقدر ان انت تستخدمي من خلالها اكياس التوابل او البوكاليات دي بطريقة سهلة ومناسبة جدا وهنا معينا ممساحة مميزة جدا طبعا الممساحة دي تقدر ان انت تعصري منها كل المية والاوساخ اللي بتبقى موجودة عليها وبعد كده ترجعي ان انت تنظمي بيها مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك واكتر حاجة مميزة في الممساحة دي انها عندها قدرة عالية على انتصاص السوائل بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للمشروبات الغازية وهو بيستوعب معاك تقريبا حوالي عشر علاج بتقدر ان انت تنظميه جوه التلاجة او برا التلاجة وطريقة استخدامه سهلة جدا زي ما احنا شايفين كده من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا الاداة اللي بتساعدنا ان احنا نعصر او نستخرج كل بواء الكريمات اللي بتبقى موجودة عندنا في مختلف العبوات وطبعا تقدر ان انت تستخدميها على معجون الاسنان او اي نوع مرهم عندك وهنا عندنا المنظم السيليكون اللي تقدر ان انت تنظمي به المنازيل تقدر ان انت تثبتيه على جدار المبق او على جدار الحمام بكل سهولة زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وطبعا هوا بيسبب معاك جدا على الجدار او على اي سطح مكتب عندك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من المنظمات اللي تقدر ان انت تنظمي بيها الماكارونا او الرزد او مختلف انواع البوكاليات وطريقة استخدامها سهلة جدا وطبعا تقدر ان انت تثبتيها على رخامة المبق او في دلاب المبق بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من القطع اللي بتساعدنا ان احنا ننظم مختلف الاحزية اللي بتبقى موجودة عندنا جوه الجزامة بطريقة منظمة ومرتبة جدا وهنا هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي تقدر يتعملي من خلالها كرات اللحمة او كرات الخضار او كرات الرز بشكل متساوي وبطريقة سهلة جدا وسريعة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظمات للهدوم تقدر ان انت تثبتيها عندك في الدلاب فوق بعض بالشكل ده والمنظمات دي بتيجي متقسمة كده الاجزاء الصغيرة تقدر ان انت تنظم فيها الشربات او الملابس الداخلية بعد كده هنشوف عندنا منظمات للهدوم وهي بتكون مصنوعة من القماش تقدر ان انت تنظم فيها البناطيل او التشيرتات او مختلفة في انواع الهدوم اللي بتبقى عندك وطبعا المنظمات دي بتساعدك ان الدلاب عندك يفضل مرتب ومنظم وغير كده بتساعدك على استغلال المساحات الصغيرة جوه الدلاب بعد كده هنشوف مع بعض عندنا صندوق لتنظيم التوابل والصندوق ده طبعا بيجي متقسم لاربع خنات بالشكل ده تقدر ان انت تنظم فيه الملح او الفلفل او مختلف انواع التوابل اللي بتستخدميها بعد كده هنا عندنا فرشة وقشاطة في نفس الوقت تقدر ان انت تنظفي بيها الارضيات او استجاز او مختلف الاصطح اللي بتبقى موجودة عندك وغير كده تقدر تقشاطي كل المية والصابون من خلال الاشطا اللي بتكون موجودة في الفرشة دي ودلوقتي هنشوف عندنا المصفة دي تقدر ان انت تتحكمي في الحجم بتاعها بحيث انها تتناسب مع حجم الحود عندك وبعد كده تقدر ان انت تصفي عليها المواعين او الخضار او الفكهة بعد كده معنا فرشة تنظيف كرسي الحمام الفرشة دي مصنوعة من السيلكون تقدر ان انت تنظفي بيها كرسي الحمام بكل سهولة وهي بتكون مرينة جدا وبتساعدك توصلي الاصعب الاماكن وتنظفيها بكل سهولة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الفرشة الصغيرة دي تقدر ان انت تنظفي بيها مختلف الزوايا اللي بيبقى صعب عليك ان انت توصلي لها فتقدر من خلال الفرشة دي تنظفي مختلف الزوايا اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي ما ظاهر كده قدامك دلوقتي من خلال الفيديو وهنا هنشوف مع بعض عندنا حامل او رف تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تثبتي عليه الاحزية بتاعت الحمام بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم للبقاليات تقدر ان انت تنظم فيه ست انواع من البقاليات زي الرزة او السكر او الدقيق والمنظم ده بيجمعاء ادام عيارية تقدر ان انت تعيري بيها الكمية اللي انت محتاجاها من الحاجة اللي انت بنظمها في المنظم ده بعد كده هنشوف مع بعض عندنا ادالة تنظيف وهي عبارة عن سلكة تقدر ان انت تنظفي بيها الحود او الحلل او الاسباق او البتوجاز تقدر ان انت تنظفي بيها مختلف الاسطح بكل سهولة وهي بتديكي افضل نتائج التنظيف اللي انت بتكوني محتاجاها بعد كده هنشوف عندنا الاداة او المضرب اليدوي تقدري من خلاله تخفقي البيض وتعملي مختلف انواع السوسات وطبعا استخدامه بيكون سهل جدا وعملي بعد كده هنشوف مع بعض عندنا قطاعة او مبشرة للخضار بيجي متوفر معاها اداة بتساعدك ان انت تمسكي بيها الخضار وتقطعيه بكل سهولة وطبعا بيجي متوفر معاها كذا شكل من اشكال التقطيع تقدر ان انت تثبتي الشكل اللي انت عاوزاه وبعد كده تبدأ تقطعيه من خلالها الكوسة او الجزر او البطاطس او الخيار او اي حاجة انت عاوزاها طبعا ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك ايه استفسار عن ايه منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك ايه استفسار عن ايه منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي أدوات منزلية جديدة وأفكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يفصل لك إسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة إن شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده هقولك إزاي تقدروا تحصولي على المنتجات اللي شفتيها معنا في الفيديو ده والأدوات اللي محتاجاها في بيتك أو في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر أني من خلالها تجيبي كل المنتجات والأدوات دي بكل سهولة تقدر أني تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر أني تختاري طريقة المناسبة لكي على حسب المكان اللي أنت بتكوني متواجدة فيه فبدايا تنكدها أول طريقة لو أنت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر أني تجيبي كل الأدوات دي عن طريق تطبيق عالكسيبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة الاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن اللي هي منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوزا اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دولت تلات طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في اقرب وقت اسبكم في رعاية الله اشتركوا في القناة